السلام عليكم اشتركوا في القناة طبعا زي ما احنا شايفين هنا التعبين بيبلع يعتبر اخر جزء من الفار انا طبعا سبته يبتدي يعني يبلع اكبر جزء عشان ما يسيبهوش وعشان اعرف اصوره بقرر تاني ان التعبين في المنطقة دي بتتغذى الغذاء الرئيسي بتاعها الفار والساديات وصغار الطيور مش البيض والتونة فانا ضد الموضوع ده تماما يعني انجاز التعبير انا ضد الحكومة في قضية البيض والتونة يا جماعة الموضوع غير من انتو نفستوه تماما يعني انا مش عارف يعني اتقال مختصين المختصين دول في ايه بالظبط انا مش قادر الى الان افهم هل هما مختصين مثلا في علم الزواحف هل هما مختصين في علم السموم يعني الى الان انا مش فاهم اللي حصل بصراحة ده يعني اقل ما يقال عليه انه هزي بصراحة يعني فطبعا بنكرر تاني ان التعبين في المناطق ديات ما بتتغذاش غير على الساديات من الفران وبعض الطيور الصغيرة زي العصافير وكده وبعض الدواجن اللي بتعيش في البيوت الصغيرة طبعا كل التعبين بيأكل على حسب حجمه طبعا اللي قدامنا ده طبعا ده تعبين ابو السيور فده طبيعي ان هو بيعيش في المناطق دياته ده تعبين غير سام واحنا قلنا الكلام ده قبل كده يعني ما فيش خطر منه على الانسان حتى لو عضو يعني هو نصف سام تحديدا سمه ما بيأثرش غير على الفريسة بتاعته اذا كان فار او كاتكوت او حاجة يعني صغيرة ان عض الانسان ما فيش اي ضرر يعني ما فيش وما فيش اي قلق منه مجرد بس الانسان يخسل مكان عضة التعبان وما فيش اي مشكلة خالص ما فيش داعي خالص ان يروح للمستشفى لتلقي المصر هنا طبعا دي الكبرى المصرية طبعا نفس القصة الكبرى طبعا من الصعب ان انت تصورها وهي بتاكل من بداية من بداية هجومها على الفريسة بتاعتها فانا طبعا صورت طبعا ده ديل الفار باين جدا ان ده ديل الفار محدش يقولي ده ديل البيضة او ده ديل مثلا علبة التونة طبعا واضح الناس اللي هي بتتعامل في الحاجة دي او بتربي طبعا يعني عارفين الكلام ده فانا بكرر يا جماعة انا ضد الموضوع ده تماما من اول واخر والموضوع ده اتعاملوا بعاب بشكل غير علمي اطلاقا فيعني للأسف يعني انا مش عارف اقول ايه بالحقيقة لكن انا حبيت اثبت انا بتقسف تاني طبعا ان جودة الفيديو لان انا بصور بتليفون وبحاول يعني بعمل زوم عشان انا بعيد شوي عن الحوض فيعني كويس ان هو طلع بالشكل ده وشكرا اشتركوا في القناة